بس كمان الناس اللي هتقول لك شكراً والناس اللي هتتمنى لك إنك تكسب من قلبك كابتن سيد عبد الرزق بزوك نجم الكرة الإسماعيلوية ونجم منتخب مصر واحد رأيه في التوقيت ده مهم تسمعه أولا شرف للكرة المصرية إنه هذه الأهلي يوصل ست مرات وشرف لمصر كلها والكرة وكل لعبت الكرة وكل عنديت مصر إنه يوصل مركز ثالث العالم في الكرة بعدين النظام اللي معمول يعني فعلاً أنتو بتقول نادي قيم ويتتباهوا إنكم ناديكم فدنا أنتو نادي قيم فعلاً فعلاً بأمانة مش نظام أنا أخليك كابت لا أتكلم بجاد فعلاً نظام وأنا بس المتشات العربية والأفريقية بقولها مليون مرة أنا يوم المتش يوم الخميس أنا أهلاوي يوم الخميس أنا أكتر منك يمكن لأنه عاوز الأهلي يكسب لأنه ما بلعبش ما بقولش الأهلي الجزيرة بقولك الأهلي المصري فمسنا هنا كمصر وشرف كبير إنه الأهلي مسنا في الكرة في قطر وتمنى من الله إنه يكسب ويعمل وتشات كويسة ويريد ياخد كاس العالم مش يبقى التالت ونتبسط يبقى ياخد كاس العالم وهو ليه وصل للمرحلة اللي وصل لها نادي الأهلي واللعيبة اللي عنده والأجهاز وبعدين عنده مجلس إدارة رئيس طبعاً يعني نجم كبير وحبوب وإنسان نظيف وراجل وفيه كل صفات كويسة أتمنى أن ياخد البطولة ليلا ليلا إن شاء الله بس هو ففحل كورنا مصري ياخد مراحلة كانت المرحلة كويس قصة بنده بالفريق وبعدين أول نادي ثم بار ميونيخ كابتن أول نادي يجيب مدرب أفريقي يعني ما حصلتش يعني ما شفناش بعدين لما يبقى عندك قبله مدرب علامي وتمشي بعدين تجيب مدرب أفريقي سيفنا أنه كان بيكسب في أفريقيا كسب الأهل أبي كده وتدينه الصالحات ويعمل مدرب أفريقيا كويسة وأول ما حط الرجل ياخد بطولة ده الرجل ده أي حد بيكوح في نادي أهل ياخد بطولة وإحنا بدورنا ومن جانبنا يا كابتن سيد بنشكرك وبنقدرك وبنحترمك زي ما أنت بتحترم الأهل باستمرار وبنحب النادي الإسماعيل وبنتمناله كل خير يا رب من قلبنا وبنقوله يا رب يعني نبعد أهل السوق من بيننا لأنه نادي كبير وانتوا فعلا ناس محترمين